توقعات مرعبة لنهاية 2023 الوباء الجديد اكس قادم فاستعد لا يعلم الغيب إلا الله ودي حاجة لازم نكون كلنا مؤمنين بيها قبل ما نقول حرف واحد في كل سنة بيطلع عندنا مجموعة من العرافين أو المناجمين بيتنبؤوا بحدوث بعض الأحداث بعضها بيكون مريب وبعضها بيكون عادي وبمجرد ما بيظهر المجموعة دول من الناس بيلاقي عليهم هجوم شرس واتهمت كتير جدا أولها انتو شوية نصبين طلعين تتحكوا على عقول الناس وأنا متفق معك جدا في الكلام ده وفعلا العرافين أو الناس دول وراهم مع علامات استفهم كتير في بعض الأحيان توقعاتهم ما بيكونش صادقة تماما وما بيحصلش منها أي حاجة ولكن في بعض التوقعات وبعض العرافين بيتنفس كلامهم بالحرف الواحد وده يخليك بصراحة طوال تفكر في الموضوع هل فعلا الناس دول بالفعل مناجمين ولا دول ما هم إلا أداة بيتم استخدامها للإعلان عن الخطط الجديدة عشان الناس تستعد وتتقبل كل اللي هيحصل في فيديو اليوم أنا جاء عشان أقول لك بعض توقعات وتنبؤات العرافين دول هو اللي بدأت تحصل بالفعل بالحرف الواحد ولكن قبل ما نقول أي حاجة أنا مؤمن تماما أنه لا يعلم الغيب إلا الله وأنه كذب المناجمين ولو صدفوا وأي حد يصدق أي حاجة من الكلام ده فهو بيشرت بالله لأن ربنا سبحانه وتعالى قال إنه مفيش أي إنسان قادر على علم الغيب ولكن بما إن الكلام اللي قاعد بيتقلده بيحصل أو تصدق أن في حد ممكن يعلم الغيب أكدت على الكلام ده مرة واثنين وثلاثة لحد دلوقتي حلو الكلام حلو أول كلام يلا بقعد لي في مكان هادي وخلينا نقول بسم الله فلنبدأ من كم يوم بس تم الإعلان عن وجود فيروس جديد الفيروس الجديد مجهول تماما ويدعى بالفيروس إكس لكن بيقال إنه فيروس أخطر من كورونا وأخطر من أي فيروس عد على العالم الفيروس الجديد هل هو خطر فعلا؟ وزارة الصحة العالمية وضعت الفيروس الجديد ضمن الفيروسات الخطيرة اللي ممكن تتسبب في جائحة عالمية جديدة وصفته بالأكثر فتكا من كورونا يعني لو الفيروس ده خرج عن السيطرة فبش بعيدا نحن نرجع على أيام كورونا وايام الحجر المنزل من تاني الفيروس حتى الان مازال مجهول الهوية بحدش عارف ظهر منين ولكن كل اللي شاكين فيه انه جاي من مصدر حيواني او ناتج عن تطور فيروسات سابقة الفيروس منتشر بشكل مسير جدا للالأ في الولايات المتحدة الامريكية والاعداد في تزايد مستمر الاف البشر تم اصابتهم بالفعل بالفيروس الجديد ولكن ما تمش الاعلان عن اعداد المصابين ابدا والسبب هو استهزقهم بالامر وشايفين ان الفيروس الجديد بش خطير كفاية او بمعنى صح متخيلين ان مهما مر عليهم من فيروسات فما فيش حاجة ترعبهم اكتر من فيروس كورونا اللي قدروا يتغلبوا عليه ولذلك يا صديقي بالرغم من ان الموضوع يستحق الاهتمام الى ان الناس مش مهتمة بياطلاقا وكلما الناس ما تهتمش اكتر وتكبر دماغها كلما الخطورة بتزيد اكتر لان فرصة ان الناس تخب بالها كويس من اللي قاعد بيحصل ويكون عندها وقاية اكيد بش تبقى موجودة لكن اللي قدر اقوله لكن الفيروس بيانتشر بين البشر اسرع مرات من فيروس كورونا سيتم عزل احدى الدول من باقي دول العالم بسبب انتشار وباء قاتل وخطير في قلب هذه الدولة المعزولة ومن هنا ارى العالم يواجه انتشار وباء جديد كد يؤدي الى تداعيات ازمة كورونا وسنرى طلاب مدارس والجامعات يعودونا الى نظام الدراسة عبر الانترنت او الانلاين طيب يا مارو دلوقتي يقول لي ازاي اعرف ان انا مصاب بالفيروس ده او حد من قريبه مصاب به وايه الحل وايه المفروض نعمله عشان نتجنب الفيروس الاعراض اللي ممكن تحس بها في حالة الاصابة بالعدوى هي كالتالي حما وسعال مستمر تغير في حسة التزوق او الشم شعور بالتعب والانهاك طول الوقت سيلان بالانف والتهب بالحل تقريبا كده يا صديقي نفس الاعراض اللي كنا بنحس بها في كورونا هي بالضبط نفس الاعراض اللي هنحس بها في حالة الاصابة بفيروس اكس الفيروس قدر على تخطي جهاز المناعة للانسان بكل سهولة وبالتالي بيصيب عدد اكبر من البشر في وقت اقل لكن بيقال ان الامراض اللي بيتسبب فيها او الاعراض بتاعته ما بيكونش قوية جدا زي الفيروسات التانية والسبب يا صديقي ان اغلبية البشر اصلا واخدين اللقاح قبل كده واللقاح اللي هم اخدوه من المفترض ان هو بيزود عندهم جهاز المناعة وبيحميهم من الفيروسات المشابهة ولكن ما تنساش ان في بعض الدول الافرقية تهربت تماما من اللقاح وفي ناس موجودة وسطنا لحد الوقت الحالي ماخدوش اللقاح اصلا ده غير بقى كمية اللقاحات المضروبة اللي كانت موجودة في السوق واللي ما كانش لها اي تأثير اطلاقا وبناء على ذلك وبناء على الكلام اللي انا بقوله فاخد بقى اللعبة التسويقية بريطانيا اعلنت انها بدأت بالفعل في تصنيع اللقاح الجديد المضاد للفيروس يعني تخيل يا صديقي ان الفيروس محدش عارف اصلا هو واجب نين وبش عارفين خصيصه ولا عارفين عنه اي حاجة وهيتم صناعة الداء قبل الدواء اصدى الدواء قبل الداء استغفر الله يا ربي يا اله الا الله الفيروس الجديد بالطبع خطر على الناس الكبيرة المسنين واللي عندهم امراض مزمنة ومنعتهم ضعيفة ولذلك مهم جدا في الفترة الاخيرة انك تحافظ على صحتك ومنعتك بقدر الامكان ما تبخلش على جسمك باي حاجة سواء بالرياضة او بالاكل الصحي او انك توفر له الفيتامينات اللي هو محتاجها صدقني يا صديقي الصحة في الفترة اللي جاية هيكل لها الثمن وتمن غلي جدا مش حابق بصراحة ان انا ادخل دلوقتي في حتة نظرية المؤامرة او المليار الزهبي عشان ما حدش يقول ليه انت ما بتصدق ولكن عشان اريح دماغي خالص من كل الكلام ده وريحك انت كمان يا صديقي من الكلام اللي انت مش عايز تسمعه للأسف الشديد خش بنفسك ودور على نظرية المليار الزهبي واعرف كل اللي قلته لك ده بيحصل ليه ليلة عبداللاطيف طلعت بس كورقة مكتوب فيها عدد هائل من التوقعات هم من ضمن توقعاتها توقع محزن جدا لو عشاق الصيف وحلو جدا لمحبين الشتاء بتقول ليه لعبداللاطيف ان الشتاء القادم هيكون برد جدا على الدول العربية يعني يا صديقي هتشعر كده وكأنك عايش في كندا مثلا برغم من ان ده خبر مفرح بالنسبة لي لان من عشاق الشتاء ولكن في خبر محزن متوقع جدا لو حصل ده في الشتاء اللي جاي فهيكون في عدد كبير جدا من الوفيات لو فكرت في الناس اللي بتترمى في الشوارع من شدة الفقر والجوع بيش لاي اي حاجة تستغطى بيها هتعرف ان الموضوع كرسى ولو فكرت في كبار السن اللي ما عندهم شي القوى الكافية لتحمل كمية البرد المفاجئ ده وجسمهم بيش متعود عليها فبرضو الموضوع كرسى بالنسبة لأي دولة أوروبية مفيش اي مشكلة لان اجسامهم اصلا بيكون متعودة على درجة البروضة دي اما الموضوع لما يحصل فجأة في الدول العربية فمتوقع حدوث عدد مرعب من الوفيات ولكن دايما خلينا نتفقل بالخير ونقول ان الاعمار دايما بيد الله بيش بيد اي حد تاني في وقت من الاوقات هينقطع الانترنت عن العالم كله في وقت ما هيتم مقطع الانترنت هينكون في حدث غامض ومرعب بيحصل الايام اللي فاتت حصل فيها بالفعل كوارس كتير ولكن اهم الكوارس دي كانت حرائق الغباط في سنة 1988 حصل حريق مرعب حرائق الستون 1988 شكلت اكبر حريق تم تسجيله في تاريخ منتزه الستون الوطني بالولايات المتحدة كان الحريق في البداية عبارة عن حرائق صغيرة جدا منفصلة ولكن الوضع تطور بسرعة والنيران خرجت عن السيطرة والسبب في ذلك كانت الرياح والجفاف حصل حريق كبير جدا وفضلت النيران مشتعلة لعدة اشهر وللأسف دمرت الحرائق دي وجهتين مهم جدا للزوار المنتزه بالكامل اتقفل امام الافراد وما كانش فيه اي حد بيدخل غير في حالة الطوارئ الحرائق دي من شدة ما هي وفعلا الحرائق فضلت مشتعلة لحد ما تقصب ابارد اتأثر سبعمية تلاتة وتسعين الف وتممية وتمانين فدان يعني مساحة ستة وتلاتين في المية من المكان بسنة الفين واربعتاشر حصلت حرائق كبيرة في الغابات الموجودة في الاراضي الكندية في منطقة الشمال الشاسعة في كندا نفس الحكاية مت حريق منفصل ادوا في النهاية لاندلاح حريق ضخم جدا كانت النيران شديدة للغاية واثرت على الهوى ومات عدد كبير جدا من الحيوانات الهوى الملوس اثر على الاف الكيلومترات من المناطق المجاورة للحريق حتى انها اثرت على الولايات المتحدة وكنت تقدر وانت ماشي في الشارع كده تشوف الدخان في بعض مناطق أوروبا الغربية ده غير بقى حرائق روسية واللي حصلت فيه سنة الفين وثلاثة واللي تسببت فيه حرق سبعة واربعين مليون فدان اللي قالته ليل عبداللاطف ان الحرائق اللي بتحصل دي كلها بالصدفة وان الفترة اللي جاية هيحصل فيها حرق هائل زي اللي حصل ده ولكن الدول هتطلع وتتكلم وتعلن عن مين اللي بيعمل الحرائق دي او الحرائق دي اصلا ليه كل شوية بتحصل وتتعمل ومين اللي وراها كل ده يا صديقه هنعرفه في الايام القادمة دلوقتي احنا نتكلم عن السعودية وما ادراك ما السعودية ولما نقول السعودية فاحنا دلوقتي والحمد لله هنقول اول خبر مفرح في حلقة النهاردة السعودية في الايام الاخيرة قاعدة تتطور بشكل ملحوظ جدا ونقدر نشوف التطور ده بشكل واضح حطين خط التطوير عظيمة لان السعودية حاليا بتطمح انها تكون بجانب الدول العظمة سواء من الناحية الاقتصادية او الاجتماعية او الامنية او البيئية بدأت السعودية بالبنية التحتية واللي اصبحت متطورة جدا ومستعدة للمرحلة القادمة توقعات ليلة عبداللاطف بتقول ان السعودية بالفعل هتنجح في ده وطبعا خلينا متفقين ان نجاح اي دولة عربية هو نجاح لنا كلنا لازم نفتخر به فاتمنى هيجي اليوم فعلا اللي نشوف فيه السعودية والسوريا ولبنان ومصر وكل الدول العربية بخير ومتقدمة وتوصل لاعلى المراحل طبعا احنا كلنا شعب واحد وكلنا ايد واحدة واتمنى ان احنا نبقى كده فعلا لان الاوضاع الحالية واللي الواحد بيشوفه بصراحة على مواقع التواصل الاجتماعي والهجوم اللي بيحصل من هنا لهنا فعلا محزن دلوقتي خلينا ننتقل من توقعات ليلة عبداللطيف ونروح لتوقعات العرافة فانجا او بابا فانجا واعتقد ان البلغارية بابا فانجا بش جديدة عليكم خالص لاننا حكينا عنها بالتفصيل في عدد كبير من الحلقات عجوزة عميق مرعبة بتتوقع بمصير الدول فوقات كتير بتصدق توقعاتها فعلا من المتحق حسب كلام فانجا في الفترة الاخيرة استخدام اسلحة بيولوجية هتتسبب في حروب عالمية جديدة الدول اللي هتبدأ باستخدام الاسلحة دي هي الدول العظمة وطبعا الامور واضحة جدا فلاديمير بوتين والحرب الروسية الاوكرانية فلاديمير بوتين حذر اكتر مرة من استخدام الاسلحة النووية والامور ما زالت مشتعلة حتى الان فانجا بتقول ان الاسلحة البيولوجية دي هيتم استخدامها على البشر وهيموتها عدد مرعب من البشر بسببها والان يا صديقي اوكرانيا ما هي الا ساحة كبيرة بيتم فيها استخدام كافة الاسلحة اللي انت ممكن تتخيلها كمان روسيا معتبرها ساحة تدريب الجنود على اساليب قتالية جديدة فانجا قالت نفس كلام ليلة عبداللطيف الانترنت والكهرباء وسائل الاتصال كلها هتنقطع في وقت واحد العالم كله هيتوقف حرفيا لكن فانجا وضحت الموضوع وقالت ان السبب هيكون عصفة شمسية قوية هتعمل خلل للدرع المغناطيسي للكوكب من اربع شهور تقريبا تم الكشف عن سقب كبير جدا موجود في الشمس بيقال ان السقب ده اكبر من كوكب الارض بعشرين مرة السقب ده بيطلق اشعة شمسية ضرة بتؤثر على المجال المغناطيسي للارض كمان بتأثر على الاقمر الصناعية بشكل واضح جدا والاشعة دي دايما بنشوفها في ظاهرة تسمى بالشفق القطبي لكنها بتكون في السماء فقط اما الاشعة دي لو وصلت على الارض بكميات كبيرة ففعلا هتكون كارثة كونية واحدة من اكتر التوقعات المرعبة فعلا هي ولادة الاطفال في المختبرات يعني تخيل معي يا صديقي ان انت مستقبلا بش مطلوب منك ان انت تتجوز وتنجب بالطريقة التقليدية العادية لكن اللي هيحصل انك هتروح لاحدة المختبرات تطلب طفله بمواصفات معينة المواصفات دي طبعا بش هتكون بمزاجك كلها بل ان هيكون في مواصفات كده لازم تمشي عليها يعني هيكون لك الاختيار في بعض الاشياء فقط اما الباقي فهيكون في معايير معينة البشر كلها تمشي عليها وده بيتحكمه فيه عن طريق التلعب بجينات الطفل وبالطريقة دي هيقلله من عدد البشر بشكل ملحوظ جدا والاجيال القادمة هتكون اجيال مختلفة تماما عن البشر اللي احنا بنشوفهم في الوقت الحالي الحقيقة ده بش خيال علمي وده بيحصل حرفيا دلوقت ففعلا فيها عيادة دلوقتي مخصصة لتحديد جنس المولود عن طريق التحكم في الكروسومات وبيتم التلعب في جينات عشان الطفل يطلع بالمواصفات اللي هم عايزينها بتحذر فنجا من انفجار نووي قريب جدا هيأثر على اماكن حساسة جدا في العالم روسيا حاليا ما زالت مسيطرة على المحطة النووية في اوكرانيا بالكامل واي خطأ حتى لو بسيط من العاملين في المحطة قد يتسبب في حدوث كارثة كبيرة حرفيا نفس اللي حصل في تشارنوبل بالزبط روسيا بتستخدم المحطة النووية كدرع احماية بتهديد بالعالم كله وده اللي مخلي المانيا وامريكا تتراجع في الضغط على روسيا بالشكل اللي كنا متوقعينه دي حلقة بسيطة لطيفة خفيفة حبي تعرفكم فيها على الفيروس الجديد وطرق الوقاية منه وديكم نبزة مختصرة جدا عن كلام العرفين والتوقعات اللي ممكن نكون دخلين عليها من باب العلم للشيء وخلينا نرجع نأكد على الكلام للمرة الرابعة لا يعلم الغيب إلا الله وأي حد هيؤمن بكلام العرفين فهو بيشرك بالله أنا وانت كمسلمين عارفين كويس جدا انه لا يعلم الغيب إلا الله لكن في محللين وفي سياسيين وفي علماء أصحاب علم والعلماء والعلم مختلفين تماما عن العرفين فالعلم لما بيتكلم بيتكلم بناء على التجربة وبناء على حاجات هو متأكد من نتائجها ده بيش تنجيم أبدا بل إن ده علم مدروس ومعروف نتيكتو ولكن في النهاية العلم عند الله برغم من إنه فيه توقعات كتيرة جدا ما قلتهاش إلى إنه حاول تركز على الأحداث إلا ممكن نستفد منها في الوقت الحالي معرفتك للأمور اللي أنا بكلمك عنها دلوقتي بالعكس مش هضرخ خالص بل إنها هتنفحك زي مثلا معرفتك بالفيروس الجديد والمعلومات اللي إنت عرفتها عنه فأتمنى في نهاية إن حلقة النهاردة تقول لطيفة خفيفة عليك وإنها فعلا تكون فديتك ولو وصلت معي للنهاية فإنت واحد من العظماء ما تنساش إن انت هتضغط لايك عشان أعرفك يا صديقي كما ما تنساش إن انت هتقول لي كلمة السر بتاعتنا تحت في الكومنتات ده لو تعرفها أصلا هتقول يا مارو ما تقول لي كلمة السر عشان أقولها لك تحت في الكومنتات هقولك لا هي سر ما ينفعش أقولها لك ولكن الناس القديمة قوي بقى هتعرف إيه هي كلمة السر وهتعرف أنا ليه بقول الجملة دي حرفيا لما عملت الموضوع ده كنت عامله عشان اللحظة دي عشان بعد ما يمر 3-4 سنين كده والناس الجديدة تدخل الناس القديمة هتبقى مميزة واعرفهم كل مرة تحت في الكومنتات ده طبعا ما يمنعش إن أنا بحبكم كلكم وشكرا لكم على وجودكم متفعلكم الدائم والمستمر في كل حلقة ما تنساش بقى أن انت هتبعث الفيديو ده لأصدقائك في كل مكان وأصدقائك المقربين هاتم عشان يستمتعوا معاك في نهاية أهم من ده كل خبه لك من نفسك وخليك في أمال لحد ما شوفكم على خير بإذن الله في فيديو جديد والسلام كل مرة أنسى أقلع البتاع اللي جايب لنا الكلام دي برغم من إنها بش حرام أو الله أعلم عشان ما كونش بافتي في الدين بس إنها ما لأعماله بالنيات وأنا لما بلبس دي بلبسها عشان بتفكرني بحاجة بحب أفتكرها ولكن بش لبسها تشبه بالنساء وأعتقد إنها بش حرامة لكن خلينا نكمل موضوع حلقتنا كنا بنقول إيه طبعا واحدة يقول يا مروء أنت ليه بتقول الغابات ما تقول الغابات عادي لا هي اسمها الغابات اسمها الغابات ولا الغابات ولا الغابات تعريبا اسمها الغابات هي اسمها الغابة غابات آه هرائق الغابات غابات غابة غابات وعبط عباط لنا بقول هذا